صباح الخير وموسيقى الخير يا برج العقرب القراءة المعرضة للعاطفة انت عادول في الطاقة العامة برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن ما انت شايت كده حد مقدملك عموما يعني عرض ممكن يكون عند خلف جديد او عرض مصالحة ولكن انت زعلان قوي 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 واعد تحت الشكرة وبتشكي همك الكوبات مش عارف انت تجلنت ولا برج العرب برج العرب على فكرة برج وصريح لدعيته والقبر ولكن والله حساس جدا 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 وبيحب قوي اللي يحبه يعني المهم ان انت زعلان قوي وذكرت والله بيشوف ارام برج العرب انه عنه ده قوي مجمسك برأي العرب فحد مقدملك عرض وانت مش شايفه اصلا ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدوره على كوباية فرضية هنا اه سوري كوباية مش مبهودة وفي عرض تاني جاي لك لكن انت مش عايز كده اه برضو هنا نفس الكابتي برضو حد مقدملك حاجة حد مقدملك ممكن يكون جيت اقتك وجيت اقت الشريك هو مقدملك عرض ممكن يكون عند حب بالزبط وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقة مرة تانية ولكن انت تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى كفاية كده عمر اللي راح كفاية بقى بردو حاجة واجيت على قرامتك كده وباية اتبع وهذاalan للحاصرات اشتنا طيب مش هايل الشريك ايه عدد اااااااااااااااااااااااااا ابي انت مش هايل منغ قوي برب العارب شايل منغ إن شكله كده عمل فيك حركة مش حلوة ممكن تكون اقتشافتة ان في طرف ثالث في العلاقة هو مش عايل طرف ثالث يعني كУت في اتلاك سيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش خيانة بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف ولاد عشان تمشي على الشخصين يعني. او اكتشفت ان من كده حد بيكلم حد وخلص. طيب برج العقرب شريك مشاعره حلو قوي. وبيحبك. وشايفك انت السلميك بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا مقدمك عرض مصالحة لان انت قلبك مكروح قوي منه. وبيقول لك ما تيجي بقى ان رجع المال ما جريه بقى برج العرب. وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني ومتمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. انت عمل محدة من برج الاسد ممكن. او برج مائي برضو زيك. او هوائي. اه مائي برضو هنا تاني. طيب. اه انت بقى يا برج العقرب. اه قلبك مجروحة قوي 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 قوي. وندمان على العلاقة ككل. وندمان بقى على اي حاجة حصلت. اه يعني لو كنت بتدي له لو كم محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام. انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا انا امر في العرب. انا يعني لو قلت راحي ازايك باندم. باندم والله لكم انت ازايك دي. سوابني تابت في الكتابة باندم على عسل. وبعده وكتب ازاي كده انا ادمان. فانت ندمان قوي. وعندك حسرة جديدة قوي من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وانت يعني يولك ما خرجتش الا ب يعني اللي كنت بلح. مش عارفة بلح اليمن ولا يعني مش هم تقويضا من مسارك بصحة. اه فيعني الكرتين مش شبه بعض خالص. اه شايفك ان انت اللي سول ميت بتاعه لانه مقدم لك عرض تانى اهو. ده متمسك ديك قوي يا برج العرب. ده مش سواهب. مش يسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا دي ناسة طيعة. مش بيهزر معي. لانه هو اهو بص حتى الكروت دي وارابع ده. اهو. يعني ما ما خدش كرت رابع بس يلات زي اهو. اه عايز يعمل عدل. هو تقيبا حاس انه هو بوز الدنيا. اه في خناء حصلت بنته والحاجة. او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجة غير. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك. او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك. واسبت العلاقة. وقلت له شكرا قوي على كده. ومشيت. فهو راجع بقى يقولك لا انا ما تسجنيش. والله انا مغيرك ولا اسوى. والكلام ده بقى كتيب ده. وتعالى وبس انت زعلان منه قوي قوي قوي. ومتقلم منه قوي قوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكلم. ونفس الكوباية. يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت بتديله حب جامد قوي. قوي. ومتديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برد. او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت. مشيت وسيته. بس هو شايف ان انت كنت بتديله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت شخص عنيد. ومتمسك برأيك قوي. ومتكبت كمان. وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة. بس هو صح يعني انت فعلا متمسك برأيك قوي. وتقريبا عايز تبص لقدام وتسيبه. اديته ضهرك. وبصص له قدام وسيبه خالص. وخلص بقى. لو انا مش عايز منك حاجة وانا هستقر للواحدي. وهبقى الواحدي وسيبني في حالي بقى. ده بسراحة. لان انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرضه المسالحة. طيب انت شايفو ازاي. انت شايفو لو بتتعمل مع برج الاسب طبعا. انت شايفو شخص اا اعتقد يا برج العرب هو شخص برضو برضو في صفة اللي عنده. وشخص متحكم قوي. ممكن يكون كان بيخنقك في العلاقة. وكان مسك عليك قوي. وشخص بيحب يتحكم في اللي قدام. بالمعنى التاني يعني. بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معنا. متحكم قوي. شايفو متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان تكون شايفو ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مثلا. حاجة. تديله مثلا تكلمه مردين تلات مرات في اليوم هو لما يجي. لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه ما يكلماش. او انت اللي كنت تبدأ داي. شايفو ان هو شخص متحكم. وشخص بيقافل قوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل. لا. بيقافل على نفسه. بيقافل قوي على حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعره قوي. او متحكم فيك قوي قوي قوي. مهم ان او شخص متحكم وعنيد. وبيحكم رأيه. وغيور. ممكن يكون غيور كمان كان بغيرة عليك قوي قوي قوي. شايف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كثيرة. لان انت مجروح عليك قوي منه. قوي يعني. وفي حصرة ونبى مؤدية. ولكن هو ما يعني. انا حاسس ان هو مغيب او حاجة زي كده. لان هو يعني. عارف انت لما تتفل معاته قوله يمشي من ينالة. وما تجيش انا تاني. يقول لك لا انا. والله ما اسيبك يا انا ما حبك. اا. برج العرب يبحث عن نفسه برضو ساعات ويقول لي ايه. يقول لي انا همشي من علاقة هو لا. هقول لك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه. هو لاجع. لو انتو بتتكلمه مع بعض وما فيش فراء ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فراء. هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. وممكن يكون دي تاني عرض يقدمه او تالت عرض كمان. او بيزن عليك. لانه زنان او زنان وما بيبقس على تلك. ما بيبقس. شخص ما بيبقس. اا. كل ما هتجي تقول له. انت جرحتني. واطعت في قلبي. وتريبت المعاتي قوي. يروح مدافع عن نفسه بقى. اا. يدافع عن نفسه. ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رح في. خد بس ان اقول لك ايه انا ده انا بحبك. انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حدي غيري. او انا مش عايزك تكلم حدي غيري غيري. وبتاعه ولكن انا بحبك. اا او انا بحبك عموما يا عشان لا تدور ده انا تنزلش. اا. يعني. اه. هو شخص بقي عليك قوي يا برج العرب قوي. ومش ناوي لا. مش ناوي مش ناوي مش خاص. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي. انت بقى ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاق قديم قرية تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الزهر يا برج العرب. بان انت اا 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 اديته كتير قوي. قوي. و اديته اكتر ما هو اديت. فلزلك ان جرحت. وحسيت بعدم تقدير في العلاقة بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا. هتبدأ تديله مقابل كل كوباية. هو يا دالك انا هدي كوباية. هتكلمني. كلمتني النهاردة هكلمت. اهتمت بيها هتم بيك. غير كده لا يا عم. انا تعلمت الدرس. انا انجرحت منك. طيبا الوجع ده فوقك يا برج العرب. و هتعمل توازن. لو رجعت تاني بعد ما هو هدفع نفسي. يقولك لا والله انا بحبك وبتعبك على نرجع. فلو هترجع تعمل توازن في العلاقات ده. و ناوي انت اللي تعمل توازن ده. ناوي تقوله بقى. انا اقشوب بقى هتخلني يا فوقك. لا طبعا يعني الخيانة متبقاش صادق خيانة. ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقات دي يا برج العرب. وتقوله زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسبت ان برد. طيبا هو شايف العلاقات زي. هو بصراحة يعني العلاقات حلوة او ظن انه هو خلاف عال حدات فعلا يعني بسيطة. مش حدا صعبين. اللي لو كانت فرعين انت اكتشفت طرف تالت في العلاقات. ولكن لو اكتشفت طرف تالت. فاعرف ان الطرف التالت ده طرف وهمي. دي بسالة دي. انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوية. ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهور عالسوشال ميديا او مشهور نوعا ما. وشايف نفسه. وبيحب يتكلم ناس كتير قوي. بس في الاخر انت 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 اللي بالو عرفتك. يعني سواء بيكلم انت لو شفت انه بيكلم بنات غيرك والحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنه. بو شايف العلاقة زي وشايف علاقة جميلة. قوي. علاقة فيها زكريات كتير. ازار انتو فعلا بقلكم كتير فترة مع بعض. وفيها زكريات حلوة قوي. وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد, ما يقدرش يبيدي عنك. لو برجاسد فهو مش هيقدر يبيد عن. برج اسد عموما لما بيحبي Ed samaer. فحو شايف ان هو ما يقدرش يبيدي عنك. إنت الشخص المناسب ليه. الشخص اللي بيحسسه. بالذبت كان الشخص مي بيحسسه بانه هو ترفت كتير damals. بيتعامل بطبيعته معك. بيحس بالحنان في العلاقة دي. انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل. والبيته ومشاعر جميلة قوي قوي قوي. حسيته الاحساس ده. خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة. مليانة كبات فيها ورد. مش كبات فضية. دي فيها ورود وفيها مشاعر. العلاقة دي مليانة مشاعر. عشان كده هو حسس بان انت انت السلمة بتاعه. انت الطرف الحلو اللي فيها. عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي. حتى لو هو مشهول او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا. انت رقم واحد يا برج العقل. ما تخافش. ما تخافش يعني. انت كمان شايفه انه هو بداية حلوة. وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب. على فكرة علاقة فعلا مليانة حب. مليانة حب قوي. بس ممكن يكون فيه خليفات. فيه انت تقمصت منه يا برج العقل. خاتم منه موقف. عمل حاجة. عمل حاجة يعني وشي. حكيد برج العرب ما بيقلبش كده. ولكن انت شايف ان فيها حب كتير قوي. العلاقة دي فيها حب كتير قوي. فيها مشاعر جميلة قوي. فانتو اللي بتين مشاعركم متساوية. ولكن حصل سوء كفاهم مش اكتر. وطبع ما ترجعه البعض ان شاء الله بزن الله. او انت ناوي. كنا نفت بازك. لو انت يا برج العقرب مشيت وسط العلاقة. لو انت اللي مشيت او مكرر تمشي. ركز معي بقى. لو مكرر تمشي. ومكرر ترفض عرب المصالحة. وبتقوله لأ مش عايز ارجع تاني. النصيحة بتقولك انتظر يا برج العقرب. خليك في العلاقة. ما تنسيش. لان الشخص ده بيحب تقول. قوي. وشايفك نصة تاني. وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني. يعني لو بازت هتبوز معها حاجات كتير قبل. لان هو بنا حياته عليك. ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى. يعني دي برضه شخص بيان صحر. فممكن تكون انت كنت بتمسحه. ممكن يكون كان فيه ازمة في حياته وانت عدته منها. المهم ان هو شاير معك بمشاير حلو قوي. فالنصيحة بتقولك ما تمشيش. بس سمحت. ما تمشيش يا برج العقرب. وانتظر. وهو هيتصلح. لو في حاجة مش عاجبات في العلاقة هتتصلح. وما تخافش. وخش بقلبي جاني. وبطل بقى تحكم نفسك. بطل تبقى عنيد. ومتمسك برأيك. بدون اي داعي. لانه اذا اشألت الدنيا. علمون برضه النصيحة حلو. هو بيحبك قوي على فكرة. والنصيحة بتقولك لو سمحت. ما ترفوتش العقرب. جالك بعرض مصالح. وعلى فكرة برضه دكرت الخاطر. واخد واخد قرار على فكرة. عايز يرجع. واسكنتوا تتكلموا دلوقتي. اهدى علي. اهدى عليه. لانه هو عمال يدفع نفسه كتير حول. يظهر بنكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم عملت حاجة. والله لأ. والله لأ. برج العرب اقولكوا بقى يعني مشكلته ايه برج العرب. بنات برج العرب بالتحديد. متملكة. ودي مش عيب. مش عيب. مش عيب. متملكين ده مش عيب. اه لكن تخنق اللي معها لا. لكن متملكين اوي. ويحب الشخص اللي معي بقى بتاعهم همه بس. او ممكن زي مولتلك انه اه او زي انتو يعني عموما انتو شايفين انه هو اه مهتم بحاجات تانية. وسايب كنتو. متحبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني. طب نشوف المفاصلين. ممكن غير طبعا التطاقة الاولانية خالص ده طاقة تانية. ولو شفتها شبعة بخلاصة. انما لو شفت ان النهاية مختلفة شبشة في الشعر ده بيجي منها. اه بيبقى مش بتاعبها. لان التطاقة دي ممكن تبقى ناس يعني معفوش عن بعض حدا خالص خالص خالص. مفاصلين البرج العرب. مش عارب اي حاليا. ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايزة. مفاصلين. اه هو حاليا مش هقول مستقر. ولكن هو شايف نفسه الايام دي. وبدأ يبص لنفسه. وبدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية. اه. خرج خرج بره السجن افكار. فكما بتتعامل مع حد برج الدوزائي برج العرب. ممكن. ناخد ورقة التامية. اه. بص لبرج العرب اهو حاليا. اه. خرج بره الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه. العلاقة بازت طبعا. فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها. وبدأ يخرج بره الافكار السودوية اللي كان عايش فيها. سواء اللي هي الم الفراء. ولحظة الفراء نفسها. اه سواء يعني شديته مع بعض اي حاجة. وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته. اه سواء يعني هيتم بشغل او يرد على العلاقة مرة تانية. لان ده شخص مستقر. وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي. يعني هو حرفين بقى مستقر. ومستقر في مشاعر. على فكرة. مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من كل ده. طيب هو ناوي على ايه? هو ناوي هو طبعا مجروح. بصوا دي يعني مرحلتين. مراحل وجهة القلب عبوبة. فهو خرج طبعا من كده. وهو في السابق كان بالمنظر ده. قلبه مجروح منك. جامد قوي. وتعبان قوي. ممكن من غيرك. مش منك. ممكن تكون معمنتوش حاجة. هو اللي مش. فهو من غيرك تعبان. وناوي يرجع تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت السول ميت بتاعه. ممكن تكون تعملوا محد برج الجوزاء يعني او مزان. برج هوائي هو تاني. وهوائي برضو. مش عارفة في ايه بس تمام. بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه. انت شخص الجميل اللي في حياته. وانت الحب الحقيقة. وهيرجع توازن لعلاقة ده ان شاء الله بإذن الله تاني. او. او. ناوي ان هو. مش بقولكم. اا. استقر. هو مستقر دلوقتي في نشاره. هيرجع العلاقة دي تاني. وهيشتغل عليها. وعايز يمشي بالعلاقة دي. قدامه. عايز يمشي بالعلقة دي قدامه. هو حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في ما شعبه. وابعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر. طبعا نزعل قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقرة. لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده? افراحوا بقى. ممكن يكون ازانة يعني. ازى الشخص ازى برج العرب. فهو ما اتخافش هو كان كده. وعايز يرجع. ولو بتعامل ما اخاف برج الجرسية زي ما قلت لكم. او برج الميزان. او برج كرابو. فهو انه يرجع. لانه اكشف انه تصول ميت بتاعه. وهيمشي بالعلقة قدامه ان شاء الله ازن الله. مش حاجة ورشة. طيب العزاء بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او بقى لهم فترة طويلة او ما رتبطوش. لان العزاء دول بيبقوا مش هون فاصلية. حتى لو كانوا فاصلوا. يعني هون فترة طويلة اوى ما ارتبطوش. خلا نقسم المرأة الاول عشان ما ازال دول حبايبي. ازالنا برج العرب. جاي. ممكن يكون اه شخص ده هيظهر في شهر الثمانية مش سبع يعني. اه. اه. ايه. نساعات متن يكون بغير رأي رأيه. عدي يجي يدخل يقولوا الارض بحبك في غير رأيه. في حد داخل في حياتنا علاقة. مشاعره ايه. ويناوي علي. الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع. طيب قبل بس انا نبتدي في القراءة. بس حاجة بس لنا. بس البرج العرب. اه الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيت. وممكن يكون برضو برج برج الاسد برضو. اه او برج اتراب. اه الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص اه قديم برضو. او اه شخص من الماضي برضو. اه ممكن ما يكونش كان في علاقة اصلا ما بينه. و اه ولكن هو يحمل مشاعر خيضة قوي ديك. قوي 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 يعني. و ممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت موت زبزبة في الماضي. يعني كان بيخش بحياتك ويخرج تاني بسرعة. يعني يتكلم شعر ويغير تلاتة شهر ستة شهر. بما كنتش عايفه وعايز منك ايه? وبعد كده مشي تماما ومرجحش تاني. فهو راجع تاني. و ممكن يكون شخص جيد بقى. شخص اه يعني اه يعني شخص حبوب جدا. و بيحمل مشاعر طيبة لك. و يعتبر السلمية بتاعك او شبهك. لان ممكن يكون شبهك مش سلمية بتاعك. شبهك بس مش اكتر. و مشاعره ايه? هو مشاعره مندفعة جدا عليك. و عايزك و عايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. و عايز استقرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت و عايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية و هترسل عليك انت اللي كنون بس. بشكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. بشكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. اه زي ما قلت لكم حد قديم. بقاله فترة كبيرة قوي. ما تتلمش معكم. و كانت علاقة ثلاثية. و انت سبت و مشيت. او بقى حصل فراء و خلص. هو حصل الفراء. و انت بعدت عنه. ولكن القدر رجعك تاني. دي عجل في الحظ ان القدر لفته. و رجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. و اخترك انت. و جايلك باقصى سرعة. عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مش مستقرة. خلي بالك يعني. يعني مش مستقرة بيفكر كتير قوي 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 قوي. والان من الخطوة اللي هو هياخده. دي مشاعره. الان. بس هو عايز يجي. و عايز يستقر عليك. و يقفل الشبتر عليك انت. الشبتر من حياته عليك انت. بيقفل الماضي اللي حصل. لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كتا لقص ولا سكين. و حبك انت. و شايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني. حصل اشتياء. بمعنى اصح. و هو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. و الشخص التالت سابه. لو لك مسبسيا خلاص. راحت. و هيرجع لك انت. لانه مش عارف يعيش من غيرها. مش عارف اصلا. كل ما يجي ينامي يفتكر الزكريات اللي فاتتها. فهو راجع تاني. و عايز يتي فرصة للاقا دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العقد. عشان ناس اللي بتتفرق. ما تقولش دي طاقة تانية. ما تتملها معك. لا. ده العزابر. بقلهم فترة طويلة او مرتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني يعني عارفون بعض ولكن لا حد تتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت ان في طرف التالت. و سبت و مشيت. فهو نهى الطرف التالت. و نهى خلص الموضوع ده. وجاي لك انت. يفتح معاك. طب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده. انه ده عرض عموبة. حتى لو كان عرض قديم فوق. مشاعرك ايه? او. يا ايه جات معاك مينة. جات معاك مينة. انت هتبقى فرحانة اوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انت انتصرت يا برج العرب. هتحس ان انت انتصرت. اه انتصرت بيه هو. و تقريبا زي ما قلتلك هو سابق او انت سبته. و زيلت اوي على الوقت اللي فاكت دي. بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. و مشاعرك بتستقر. و الموضوع هيمشي للي انت عايز. و هيمشي لقدام. و هيمشي للي انت عايز ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. ابراج المائية هول حمد لله بتنتهي على خير انا. فا برج العرب اتمنى تكوني القراءة عجبتك. وبعيد تاني. اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالية. و انا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه? يا ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني الخط. عشان الاولانية لو راجع والتاني مينة ما بتفكرش اصلا. و التالتة حد اه ليه علاقة يعني مختلف كماما او بيفكر ينتقل مسلا ولا حاجة. فلا. ملاش قدمها. والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خارط الابراج اه شمسي طالع اه و اه قمر. فممكن يكون اه الشمس بتاعه الكوت. والقمري عقرب. و الطالع بتاعه او الصعب بتاعه اسد. اتفضل اسيد. فخلاص الدنيا يعني كده. يعني انا بسلا كل طاقاتي مائيا. مصري. كوت وسرطان و مهضة الليلة كلها. فا اتمنى تكون القرناة عجبتك يا برج العرب اللزوس وان شاء الله بالإزم الله تبقى اشتركوا في القناة.